اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاعتقالات شملت محافظات رمالة والبيرا وجنين والقدس وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من تسعة ألاف وثمانمائة وخمسة وأربعين فلسطينيا وعلى صعيد متصل اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال